بعد فشلها في تجنيد المقاتلين في صفوفها تمارس ميليشيا الانقلاب الحوثية ضغوطا شديدة على النواب الموالين لها لتمرير قانون يفرض التجنيد الإجباري بالقوة على خريجية الثانوية العامة اتخذت ميليشيا الحوثي الانقلابية ضغوطا شديدة على النواب الموالين لها والموجودين في مناطق سيطرتها من أجل تمرير قانون يفرض التجنيد الإجبارية فالميليشيات تمارس بغوطا كبيرة على قيادات الحزب الخضعين لها في صنعاء خصوصا أعضاء البرلمان المتبقين تخت إمرتها من أجل تمريد قانون للطوارئ يتيح للجماعة فرض التجنيد الإجباري بالقوة على خرجي الثانوية العامة بعد أن استنفذت الجماعة جميع وسائلها لحجد المجندين طوعيا بعد فقدان جماعة الحوثي الإنقلابية قدرتها على التحشيد إلى ساحة المعارك خصوصا وأنها تتلقى ضربات موجعة وهزائم كبيرة فإنها تستخدم أكثر من استراتيجية مغايرة أبرزها فرض التجنيد الإجباري على كل من تستطيع بدرجة أساسية فرئيس مجلس حكم الميليشيات تمهد المشاطة استدعى أمس رئيس البرلمان الخضعي للجماعة يحيى الراعي وشدد عليه من أجل الإسراع بإقرار عدد من القوانين التي كانت الجماعة قدمتها لتمريضها من قبل النواب في صنعاء ومن ضمنهم قانون للطوارئ يتيح التجنيد الإجبارية والتي يبدو معها أن مشروع القانون سيلاقي ممانعة من أعضاء حزب المؤتمر إزاء الطلب الحوثية لجهة اقتناعهم بأن تترك مسألة التجنيد للإرادة الطوعية في صفوف الميليشيات أن أي اجتماع عن مجلس النواب هو باطل خصوصا وأنه تم نقل المجلس النواب بموجب قرار رئيس الجمهورية إلى العاصمة المؤقتة عدن ما لم يجتمع في العاصمة المؤقتة عدن فإن أي اجتماع آخر سيكون باطل لجماعة الحوثية الإنقلابية تعي ذلك ولكنها تسعى إلى إقناع المواطنين في المناطق التي لا زالت تخضع تحت سيطر الجماعة الحوثية الإنقلابية بأن هذه المسألة مشرعة فعليا فقد استنفرت الجماعة الإنقلابية في الأيام الماضية آلتها الإعلامية والمنظمات المحلية الموالية لها على وقع التقدم الكبير لقوات الجيش الوطنية لتحرير الحديدة وصعدة من أجل إصدار البيانات التي تتباكى فيها الجماعة على تدهور الأوضاع الإنسانية جراء المعارك محاولات بائسة من قبل الميليشيات الحوثية بعد أن فشلت في تحشيد مقاتليها وخاصة بعد مناشدة زائمهم عبد الملك الحوثية لحجد المقاتلين إلى الساحل الغربية ها هي اليوم تحاول فرض صورة قانونية لعملية التجنيد الإجبارية عبر أعضاء البرلمان التابعين لها مروى النبيل لقناة الإخبارية عدن التقى الرئيس الفرنسي منوال